اهلا وسهلا مشاهدين الكرام في برنامج ضيف انفاس واكبت مؤسسة مبادرة للشباب والمقاولة العديد من حامل المشاريع الشباب والمقاولين للحديث حول انشطة المؤسسة بمختلف المقاولات والمعرض الذي ستنظمه حول معرض الاستثمار وانشاء المقاولة نستضيف معنا سعاد جلال مسؤول عن المشاريع بمؤسسة مبادرة للشباب والمقاولة مؤسسة مبادرة للشباب والمقاولة هي واحدة المؤسسة التي تأسسات كثير من 20 سنة وكان الهدف الرئيسي ديالها هو تحفيز ودعم المقاولة عند الشباب وحامل المشاريع كيف ما كتعرفوا جميع جلالة الملك محمد السادس نصره الله ما في تأفل خطابات دياله كيقول بان رأس المال البشري اللي هو الشباب هو صلب ديال اي نوع من الانواع ديال التنمية البشرية والاقتصادية وكذلك كتعرفوا بان المقاولة هي كتساهم بشكل كبير في التنمية البشرية والاقتصادية ديال المجتمع لذلك احنا في المؤسسة وكيف ما قلت على مدى 21 سنة قمنا بعدة تظاهرات بعدة ايام دراسية بقوافل لتحسيس الشباب وتشجيعهم عن الخيرات في المقاولة كمصدر من مصادر الدخل حاليا احنا انخرطنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية محور المقاولة اللي هو في البرنامج المحل الثالثة تحسين الدخل والانعاش الاقتصادي لدى الشباب لواحد البرنامج جد مهم كيستهدف واحد الفئة معينة من حاملي المشاريع او المقاولين اللي هما في القطاع الغير مهيكل او القطاع المنظم بشرط ان تكون هديك المؤسسة دياله ما فيش على تأسيس ديالها واحد سنة هاد المترشحين كيستبدو من هاد البرنامج خستيكون عندهم سن ما بين 18 سنة حتى ال45 سنة اوف بعد العمالات ما بين 18 حتى ال34 سنة ويكون عندو واحد الفكرة ديالواحد للمشروع ماشي بشترط يكون عندو ديبلوم لان احنا كنستهدفو جميع الحاملي المشاريع اللي كيكون عندهم يا اما تكوين دراسي او خبرة في واحد المجال المعين البرنامج احنا المؤسسة كتضمن واحد الورشات التكوينية لانه ماشي اي حد كتكون عندو فكرة ديال المشروع كتكون عندو واحد السفة ديال المقاول لذلك ان هاد التكوين كيهدف على السقل ديال المواهب ديالهم في المجال ديال المقاولاتي من غير انهم هما كيكون عندهم واحد تكوين دراسي ولا واحد الخبرة معينة في واحد المجال معين احنا كنمدو لهم يد العون واحد المؤطرين اللي عندهم واحد كفاءة مهنية عالية وكيحضروا الواحد الحصص على مدى واحد شهرين او ثلاثة اشهر منها كنعلموهم كيفاش يمكن لهم يسيروا المشروع ديالهم من ناحية الادارية من ناحية المالية وكذلك كندرسوا معاهم البوزنس بلان ما نسمى دراسة الجدوى هالدراسة الجدوى اللي هو واحد العنصر اساسي في تأسيس المشروع وهو ما اللي تقومو به شخصياً لانا كنقولو مخسكم تدرسوا السوق بالنسبة المجال اللي انتو ما غادي تتأسوا فيه البشراء ديالكم تشوفوا السوق كيفاش داير المنافسين في انتو ما يمكن لكم تأسوا الشركة ديالكم واش شركة متوسطة او شركة صغيرة جداً باش يكون عندهم دراية بالسوق بالهما مي يمشيوا للتاقة من بعد كنقومو في اللجنة التقنية ديال المؤسسة كتقوم بواحد الفرز ديال المشاريع والمقاولين بحيث كنشوفو النوعية ديال المشاريع وكنشوفو حتى صفة ديال المقاول كينة واحد الفئة من الشباب اللي احضا كننقدموهم اللجنة تقنية لتنمية البشرية اللي كتكون في العمالة وهي بدورها كتقوم بواحد انتقاء ديال المشاريع اللي يمكن لها تسافد من هاد الدعم وكينة واحد الفئة اخرى اللي احنا كنعطوها واحد شهادة ديال التكوين اللي كيمكنها من انها يمكن لها تحصل على الدعم من مصادر اخرى ديال التمويل يا مره من بعد مني كيكم يتم الانتقاء ديال المشاريع من طرف اللجنة الاقليمية ديال التنمية البشرية كتدوس عند اللجنة الاقليمية ديال التنمية الاقتصادية كتبشي عند اللجنة الاقليمية ديال التنمية البشرية ومنتم كتتم المصادقة النهائية على المشاريع وقبل ما كنت تعطى الحامل المشاريع الدعم كنت طلبوا منهم أنهم يقوموا بجميع الإجراءات الإدارية لتأسيس المشاريع يعني يقلبوا على البحال فينا يديروا المشاريع ويديروا الإطار القانوني للشركة ومن بعد كتكون هناك واحد مواكبة لأن هذا حامل المشاريع باش نضمنه النجاح ديل هاد المشاريع خصنا نواكبوهم حتى من بعد تأسيس ديل المشاريع ديله لأنك تكون واحد المرحلة اللي كيحتاجوا فيها للدعم وكيحتاجوا فيها للتحفيز أكثر من المرحلة الأولى مؤسسة مبادرة للشباب والمقاولة في إطار البرنامج ديل المبادرة الوطنية التنمية البشرية محور المقاولة وفي مرحلتي الثالثة اللي هي تحسين الدخل وإنعاش الاقتصاد لدى الشباب إحنا حالياً كنشتغلوه في 13 عملات من الأقاليم من المملكة عندنا جهات الدار بيضاء كنشتغلوه في العملات ديالحي محمدي حي حساني عين الشق وسيدي البرنوسي في مراكش كنشتغلوه في مراكش كنشتغلوه في أيتورير كنشتغلوه في بولمان كنشتغلوه في ميسور في الشمال كنشتغلوه في عملات المضيقة الفناداء كنشتغلوه في إفران هادو هما العملات اللي إحنا كنا نشطفين من ضمن الآليات ديال الدعم اللي قامت بها المؤسسة على مدى عشرين سنة هو إنشاء معارض ديال الاستثمار وإنشاء المقاول اللي كان المعارض الأول اللي كان دشنو جلالة الملك محمد السادس نصره الله في سنة الفين وثلاثها معارض أخرى في جميع أقاليم المملكة على مدى العشرين سنة وكانت هناك أيضا قوافل لتحسيس الشباب على المقاولة كذلك في جميع أقاليم المملكة وهذا العام إن شاء الله إحنا غدي نضموا واحد النسخة افتراضية لمعارض الاستثمار وإنشاء المقاولة غيكون ما بين 26 حتى 28 في شهر غشت المقبل وغدي نضموا المعارض النسخة الحضورية في شهر أكتوبر إن شاء الله مدينة مراكش هذا المعارض هو مناسبة للقاء جميع الفاعلين الاقتصاديين لا من مؤسسات عمومية ولا مؤسسات خصوصية باش يتلقوا مع حامل المشاريع والمقاولين كيفما كان الإطار القانوني ديالهم باش يقدموا لهم برامج متعددة وحلول مختلفة لا من ناحية الدعم ولا من ناحية المواكبة وهذا شي كله كيستهدف على تحفيز ديال المقاولة والنجاح ديال الاقتصاد على صعيد المملكة اشتركوا في القناة